في ندوة خاصة للقسم السياسي بهيئة علماء المسلمين أعلن عن التقرير الدوري للحالة السياسية في العراق في هذه الندوة التي يعقدها القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق للإعلان عن التقرير الدوري الذي يعده القسم عن الحالة السياسية وبعض القضايا المهمة في العراق وأشار الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي بالهيئة إلى تقرير ممثلة الأمم المتحدة في العراق واصفا إياه بأنه لم يأتي بجديد على مستوى الحلول والمقترحات من هنا كان عقدنا لهذه الندوة في هذا اليوم لمناقشة الأوضاع السياسية في العراق بحسب تقرير بناس خارط المقدمة المتحدة مناسبا جدا لبيان مآل الاحتلال غزو واحتلال العراق قدمت الموثلة الخاصة للأمين العام المتحدة السيدة جينين هينيس بلاس خارط إحاطتها الدورية عن الأوضاع في العراق إلى مجلس الأمن وهذه الإحاطة دورية كل عدة أشهر تقدم تقريرا مفصلا عن الأحداث في العراق هذا التقرير كما هو معتاد لم تأتي فيه السيدة بلاس خارط بجديد على مستوى الحلول والمقترحات كما بيّن الضاري موقف القوى المناهضة للاحتلال وهيئة علماء المسلمين من الإحاطة الدورية لمماثلة الأمم المتحدة في العراق الموقف الذي تراه هيئة علماء المسلمين والقوى المناهضة للاحتلال من هذه الإحاطة والسبب في ذلك أن هناك مواقف متعددة بشأن هذه الإحاطة هذه المرة زادت جرعتها عن المرات السابقة من أطراف وقوى وأشخاص ولكنها فيما يبدو تحت ضغط الفشل السياسي الكبير للنظام السياسي القائم لم تستطع هذه المرة المحافظة على اللغة المتحفظة التي كانت تستخدمها في التقارير السابقة يشار إلى أن الإحاطة الدورية الأممية هذه المرة أكدت بفشل النظام السياسي والتقاعص السياسي وأن العملية السياسية تعقيمة وليست للطبقة السياسية الحاكمة القدرة على إجراءات فعالة للحلول اليائسة أصلا اشتركوا في القناة